موسيقى اهلا بكم الى نشرة الرياضية والبداية مع اخر اخبار الاولمبياد وبينما نجحت لبريزيل في تلميع صورتها بدأ حال الكرة الارجنتينية من سيء الى اسوأ فبعدما بسطت سيطرتها على الالقاب العالمية والقرية والاولمبية هاية تخرج من الباب الضيق امام اكثر الدول تواضعا في الانجازات الكروية فيما كان ليونل ميسي يحتفل مع فريقه برشلونة باحراز كأس خوان جامبر كانت بلاده التبكي الهما بعد مغادرة المنتخب الولمبي نسخة ريو دي جينيرو حجز ابناء التنجو عن الوصول الى ابعد من الدور الاول بعدما فرضوا هيمنتهم سابقا وتحديدا في نسختين 2004 و2008 باحرازهم ذهبيتين في ألعاب أثناء ولندن تواليا يعود أبناء الأرجنتين 12 عاما للوراء حين عزف النشيد الوطني في العاصمة أثناء وللمفارقة لم تتأهل الأندوراس يوم ذاك إلى ألعاب أثناء بينما اليوم باتت الدولة البالغ وعدد سكانها أقل من 10 ملايين نسمة في المرحلة التالية من الأولمبياد على حساب بلد ينتشر نجومه في مختلف الدوريات الأوروبية إزاء الوضع المأساوي دخل على الخط الدولي السابق ديكو أرماندو مارادونا صحيفة الجرافيكو نقلت تصريح الأسطورة الأرجنتينية بتحميله المسئولية للمدرب خوليو أولاتيكويتشيا وأكد أنه عرض عليه المساعدة عندما تسلم رئاسة الجهاز الفني لكنه اصطدم بمعارضة شديدة مارادونا وجه سهامه نحو القيمين على الكرة المحلية بقوله إنهم غير آبهين بوضع المنتخب الأولمبي في وقت يمضون فيه إجازاتهم الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية الأحباط نقله الأعلام الأرجنتيني بوصفه ما حصل بالكارثي لبل راح البعض إلى أبعد من ذلك بقوله هذا يسمى عارا أولمبيا النتائج المخيبة زادت الأمور سوءا وذلك بعد وداع منتخب الركبي العرس الأولمبي ودع المنتخب الجزائري لكرة القدم العرس الأولمبي على يد البرتغال المنتخب العربي وانهى اللقاء بنقطة وحيدة بعد التعادل الإيجابي بهدف لهدف مشوار الجزائر في أولمبيا ديريو دي جونيرو انتهى بعد ثلاث مباريات بخلالهما لم يذق طعم الفوز بعدما تكبد الخسارة أمام الحيندراس والأرجنتين بدونها البرتغال تأهلت إلى الدور الثاني بعدما احتلت صدارة المجموعة الرابعة بسبع نقاط الأخفاق الأرجنتيني قبله تأهل البرزيل إلى ربع نهائي بفوزها على دنمارك بربعية نظيفة أصحاب الأرض تصدر المجموعة الأولى بخمس نقاط الدنمارك وعلى الرغم من الخسارة القاسية حجزت مقعدها في الدور المقبل برصيد أربع نقاط مستغلة تعادل العراق أمام جنوب أفريقيا بهدف لهدف ليخرج المنتخبان من الدور الأول وهذا وسيوجه أبناء السنبا في دور الثمانية جار كولومبيا الفائزة على نيجيريا بهدفين نظيفين من جهتها تنازلت المكسيكا عن لقبها وودعت ألعاب ريو دي جونيرو بعدما تكبدت الخسارة الثانية أمام كوريا الجنوبية بهدف وحيد فيد الدحاني صوب على الذهبية ونالها في ريو 2016 لكن غصة في قلبه كانت مرسومة على ملامح وجهه والسبب غيب عالم بلاده في أول تتويج ذهبي أولمبي لها وضع الذهبية نصب عينيه حمل سلاحه على كتفيه واقتنص أول ميدالية ذهبية في رصيده إنها الذهبية الأولى للعرب في أولمبياد 2016 ليست الكويت وحدها من احتفلت بهذا الإنجاز فالكل افتخر بميدالية فهيد الدحاني الفرحة كانت ناقصة والغصة كانت واضحة والسبب أن علم بلاده الكويت لم يرفع ونشد وطنه لم يسمع اعتلى صاحب الخمسين عاما المنصة لتقلد ميداليته الذهبية والتحية كانت للعالم والنشيد الأولمبيين لم يكتمل المشهد كما كان مقررا له منذ 2012 والتوقيف الأولمبي والدولي للكويت حال دون ذلك سجل غياب العالم الكويتي في البرزيل بعد حضور دام 48 عاما ليصبح الغائب العربي الوحيد عن النسخة الواحدة والثلاثين قرر التوقيف جاء على خلفية جدل بشأن قانون جديد للرياضة تقول اللجنة الأولمبية الدولية إنه سيضع في استقلالية الهيئات الرياضية في الكويت فهيد الدحاني سيخلد اسمه في الرياضة الأولمبية الكويتية ويعود ذلك إلى أنه الرياضي الوحيد في بلده الذي جلب الميداليات الأولمبية في سيدني عام 2000 أحرز برونزية وفي لندن 2012 وقف الحظ حجرة عثرة أمامه بعد تعطل سلاحه ما منحه المركز الرابع مع ميدالية برونزية لكنه عاد بعد أربع سنوات ليقول أنه الأقوى في مسابقة الرماية دابل تراب ويطوق عنقه بالذهب ولكن هذه المرة لن تسجل على لئحة اللجنة الأولمبية الكويتية الشارع الكويتي عضى على جرحه واحتفلت الصحف المحلية بإنجاز ابن بلدها وجاء في القبس الكويتي الدحاني ذهب اليومية الكويتية هنأت بطلها الأولمبي وأثنت على جهوده وخروجه من الضغط الهائل كما عبر رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ طلال الفهد عن سعادته واعتزازه وفخره بالميدالية الذهبية التاريخية غامزا من قناة إن توقفها لم يؤثر في كفاءة الرياضيين الكويتين في كرة السلة وقع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية انتصاره الثالث ولكن هذه المرة بعد معاناة أمام أستراليا خبرة نجوم الأمبي آي كانت لها كلمة الحسم ولا سيما بعد تألق كرميلو أنتوني بتسجله 31 نقطة وبالتالي أصبح أفضل هدف في تاريخ المنتخب الأمريكي زميله كيري إيرنفينغ صاحب 19 نقطة دخل على خط الهدفين أيضا منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يسعى إلى التتويج الثالث تواليا في الأولمبياد فيما وصول أستراليا إلى المربع الذهبي يبقى أفضل نتيجة لها في هذا الأولمبياد والآن إلى جولة الصحف مع مائك شالهوب شكرا وأهلا بكم في جولة على أبرز عنوين الصحافة الدولية التي نبدأها مع الصباح العراقية فقد عنوانات محمد رياض بانتظار جولة أخيرة والآمال تتجه صوب الأثقال الكاتب نقل آمال العراقيين حين يخوض النجم العراقي الجولة الأخيرة من مصابقة التجذيف المؤهلة إلى نصف النهائي من مرحلة التصفيات اليومية أشارت إلى أن الأمال معقودة على رفع الأثقال في الخامسة عشر من الشهر الحالي موعد خوض البطل المحلي سلوان جاسم المواجهة وإلى أوروبا ننتقل مع صحيفة أس الإسبانية فقد عنونت بدورها مريا تحصد الذهب الأولمبي الكاتب تغنى ببطالة السباحة مريا بالمونتي لأنها الوحيدة التي أحرز الذهب الأولمبياد لإسبانيا حتى الآن وذلك بعد حصدها الميدالية البرونزية بالمونتي بكت حين وزف النشيد الوطني لأنها تحلم بهذه اللحظة منذ عامها السادس على حد قولها من إسبانيا ننتقل إلى الأقلام الأرجنتينية مع أوليل واسعة الانتشار التي كتبت مطولا عن الحزن الأرجنتيني بعد مغادرة منتخب كرة القدم الألعاب الأولمبية اليومية طالبت بنسياني هذا الأسبوع الأليم بالكامل بعد النتائج المخيبة لمنتخب الرقب وثلته كرة القدم حتى أن أخوان مارتن ديل بوترو لم يلعب بسبب الأحوال الجوية اليوم أمال أبناء التانجو معقودة على منتخبي كرة الطائرة والسلة بعد نتائجهما الإيجابية في اليومين الماضيين الحزن في الأرجنتين قابله فرحة عارمة في كولومبيا صحيفة التيمبو كتبت عن تأهل المنتخب إلى ربع نهائي واستواجه كولومبيا البرازيل في المرحلة المقبلة الاحتفالات عمت مختلف المناطق بعد حصد بطاقة التأهل إلى الدور التالي كذلك أشار الكاتب إلى مواكبة الجمهور الكولومبي للبعثة في ريو دي جينيرو مع هذا الخبر من كولومبيا نأتي إلى ختام الجولة الصحفية والآن عود إلى متابعة النشرة شكرا لك مايك أزل برشلونة ستارة عن استعداداته قبل انطلاق الموسم الجديد بفوز على سامدوريا ضمن دورة خوانجامبر الودية بثلاثة أهدف الاثنين أنهى برشل لقاء على أرض الكامب ناو وقد حملت الأهدف توقيع الليوميسي صاحب ثنائية والويس وراز وكلها جاءت في الشوط الأول النادي الكتالوني احرز اللقب للعام الثاني تواليا على حساب فريق إيطالي بعدما هزم روما سابقا بثلاثية نظيفة هذا وقد شهد اللقاء مدرب منتخب الأرجنتين إتغاردو باوسا بهدف الحديث مع ميسي لإقناعه بالعضول عن قرار الاعتزال الدولي في أخبار الانتقالات دفاع أرسنل الإنجليزي في عهدة ألمانيا مجددا الجانرز توصل اتفاق مع الدولي الألماني شكودران مصطفى مدافع فالنسيا الإسباني بحسب ما أعلن وكيل أعمال اللايف أضف أنه لم يبقى سوى نضع الناديان اللمسات الأخيرة على قيمة الصفقة التي قدرتها الصحف بنحو 35 مليون يورو مصطفى البالغ 24 عاما سيعود إلى الدوري الإنجليزي بعدما سبق له اللعب مع إفرتون عام 2009 يأتي التعاقد مع المدافع الألماني في إطار سد الثغرة الخلفية في الفريق بعد إصابة مواطنه بيرميت ساكر والبرازيلي جابريال ليس جديدا على أتليتيكو مدريد فتح أبوابه أمام الصغار ولكن هذه المرة كان الزائر فريقا من الأيتام تسعة أطفال تتروح أعمارهم بين الثمانية والخمسة عشر عاما شقوا طريقهم من كازاخستان العاصمة المدريدية الزيارة أدت كلفتة دعم للفريق الفائز ببطولة محلية للأيتام حيث أمضى الأولاد وقتهم مع اللعبين وأصغوا إلى تعليمات المدرب دياغو سيميوني سفير إسبانيا لدى كازاخستان لعب دور الوسيط بهدف تشجيع تبني أطفال لم يعرفوا أهلهم نهاية نشاطنا الرياضية لمزيد من أخبارنا دائما الميادين دوت نت شكرا لكم على حسن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة